يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية طيب يا جماعة قبل فترة مش طويلة انتهينا من متابعة أنيمي دراغون بول معاكم طبعا على منصة تويتش لو تحب يعني تتابع معنا أنيميات مستقبلا رابط قناتي في تويتش موجود في صندوق الوصف وللأمانة الرحلة مع دراغون بول أقل ما يقال عنها أنها كانت رحلة جدا جدا مميزة وعلى قد ما سمعت وشفت تسفيل كثير في أنيمي دراغون بول إلا أنه الأنيمي طلع مختلف بشكل مرة كبير عن كل الكلام اللي سمعته عنه زمان أوكي دراغون بول كذب أوكي قواعد العالم مش واضحة أوكي موازين القوة خليها على الله غير أنه الكاتب يتعامل مع الموت وكأنه رحلة الذهاب وعودة يعني ما تقلق على الشخصية الشخصية تموت أوكي سوت بترجع بعدين حتى لو ما رجعت أنا عارف أنها عايشة في مكان آخر ومبسوطة تأكل وتشرب بس علشان نكون منصفين عمل يا جماعة نزل في سنة 84 أو 86 كل الهبد والأخطاء اللي وقع فيها الكاتب في ذاك الزمان كانت ولا زالت حجر الأساس لكل الكتاب اللي جواه من بعد دراغون بول سواء أنيميات قديمة أو أنيميات حديثة بافتراض أنك أنت ما تابعت دراغون بول إلى الآن وتابعت أعمال أنيميات مرة كثيرة أول ما تروح تتابع دراغون بول بعد ما تابعت كل الأنيميات الجديدة ورجعت تتابع دراغون بول اللي هو عمل قديم وكان حجر الأساس لكثير من القصص الثانية راح تلاقي تقريبا أن كل كاتب يستقي من كتابة دراغون بول ويستلهم الكثير من الأفكار هذا كلام ما فيه نقاش ولا يحتاج جدل حاجة واضحة عيانا بيانا لكل شخص فاهم ومتابع أنيمي طيب السؤال الأهم هل لما الناس تقول دراغون بول ما فيه قصة هل فعلا أنه دراغون بول ما فيه قصة كتعريف للقصة لا الكلام هذا غير صحيح دراغون بول فيه ألف قصة وقصة يا رجل ولكن السؤال الأهم واللي الناس خربطت بينه وبين مفهوم القصة هل فيه هدف للشخصيات داخل دراغون بول والوصول لهذا الهدف نقدر نقول انتهت فيه القصة ولا لا للأسف الشي هذا مفيش قصة فيه هدف ما فيه بتقول لي وجيها القوة والصعود في سلم القوة اشتبه هدف أكبر من كذا في دراغون بول واضح عيانا بيانا كلام جميل لو فيه مستوى معين للقوة لازم توصل له حد معين أوكي بس حتى القوة في دراغون بول ما لها حد ما لها نهاية استمر الشخصيات بالتطور والصعود كل شوية هما في ليفل آخر من القوة واعتقد انه هذه الجزئية بحد ذاتها هي مشكلة ومش مشكلة في نفس الوقت مشكلة انه الكاتب ما راح يقدر يقفل قصته بسهولة ومش مشكلة لانه الكاتب يقدر يزحف ويكتب في قصته على مدار خمسين سنة واتوقع انه هذا الشي ما زال مستمر قصة دراغون بول قاعدين يهبدون فيها كتاب ثانيين واستوديوهات ثانية ما عندي معلومة كافية صراحة الكاتب مات القصة مستمرة يعني حرفيا الهدف اللي حطوا الكاتب غير قابل للانتهاء قوة وقوة أكبر وأكثر وأكثر وإلى اللانهائية وما بعدها ما في شرير أخير أو شخصية معينة نهزمها وننهي القصة ما في مكان معين نوصله علشان ننهي القصة ما في مكانة معينة يوصلها البطل أو شخصيات القصة علشان تنتهي القصة بل إنه الكاتب للأمانة وصل إلى مستويات مرة عالية جدا من الخيال من كثر ما البطل صار جدا قوي بشارين خلص عليهم فضائين سر عليهم مخلوقات عليا مثل ما وصفها الكاتب برضو ما سلموا منه بل وصل الوضع إلى شخصيات وجودية أسمى في عالم دراغون بول آخرها في دراغون بول سوبر استغفر الله العظيم يعني الواحد ما يدريش يقوله خلاص الشخصية قاعدة تصير أقوى وأقوى وأقوى إلى درجة إنه صار يوصل إلى مستويات وجودية مستويات عليا جدا في الوجود كلام استغفر الله العظيم الواحد ما ودي يبحر فيه ويكسب له ذنب على الماشي وخلونا رجاء يا أخوان احتراما للكاتب واحتراما لكل ما قدموا لعالم صناعة المانغا والأنيمي ما نتكلم عن موازين القوة لأنه ميزان القوة في دراغون بول ما لوجود أو إذا هو موجود فهو مرة خربان مرة خربان وغير قابل الإصلاح ولكن برضو علشان نكون منصفين يا جماعة دراغون بول تتابعه علشان تستمتع في قتالات في أكشن في تحولات في كوميديا والله كوميديا في دراغون بول مرة رهيبة كمان التحولات في دراغون بول يعني أنا أعتقد بمعلوماتي المحدودة جدا أنه التحولات ومبدأ ومفهوم التحولات حجر الأساس تبع وضع في دراغون بول سوبر سوبر بلو الغريزة أوخ يا الغريزة الفائقة يقلع أم الحماس يا شيخ أنا أشوف الغريزة الفائقة واحد من أعظم التحولات اللي شفتها في تاريخ متابعتي للأنيميات والأفلام والمسلسلات شي مرة رهيب وحتى كتصميم شخصيات للأمانة في شخصيات كان تصميمها مرة رهيب أو على الأقل يعني بالنسبة لي كان شخصية بلاك جوكو شخصية بلاك جوكو بالرغم من أنك قاعد تشوف جوكو لكن التصميم الملامح الأداء الصوتي كان فيه شعور كان فيه شي ممررهي في بلاك جوكو طبعا نتكلم عن الشخصية حدث بلاك جوكو بدأ بشكل ممتاز وفجأة كذا الكاتب كانه كان شايل طبق بيض وفجأة طيحه نهاية حدث بلاك جوكو فوضاء وبالنسبة لي يا جماعة أفضل جزئين في عالم دراغون بول أو في قصة دراغون بول اللي أنا تابعتها كأنيمي فقط الجزء الأول اللي هو جزء جوكو الصغير للأمانة أنا أشوف الجزء هذا مرة مظلوم وما أخذ حقه وسمعت أنه في ناس كثير ما تابعوا جوكو الصغير أبدا صدقوني واحد من أجمل الأجزاء ككوميديا كأكشن كحتى تدريبات كانت ممتع أنك تشوفهم هم يتدربوا كذا كان فيه شي مثيل للاهتمام في البداية غير أنه جوكو قاعد يكتشفى العالم وقاعد تشوف كيف الشخصية هذه بنيت اللي بالمناسبة أودا اقتبس شخصية لوفي منها شخصية جوكو شخصية جدا رهيبة يعني ولا أتوقع أنه فيه شخص كان عنده الجرأة أنه يكتب شخصية بهذا الشكل في ذاك الزمن إلا الكاتب هذا والجزء الثاني المفضل عندي في عالم دراغون بول أو في أنيمي دراغون بول هو سوبر جزء سوبر كان جدا جدا خرافي يعني الجزء الثاني مش بذاك السوء ولكن كان فيه الكثير من الهبد سوبر حاول الكاتب أنه يقلل من الهبد قد ما يقدر ويحافظ على قصة متماسكة قد ما يقدر طبعا لا دخلونا نتكلم عن الانتاج في سوبر أنا أشوف سوبر واحد من أعظم الانتاجات كرسم كتحريك أنا ودي أن كل الأنميات الحديثة يوصلوا إلى هذا المستوى من الانتاج لا تطلعوا عنه لا تنقصوا عنه المستوى هذا جدا ممتاز ونقدر نستمر فيه إلى 20 سنة لأنه الانتاج مؤخرا في يوم بيس صراحة وبعض الانميات الحديثة صاير من تداري أنت إيش قاعد تتابع عصرنا بزيادة لو نقدر نقول خرجوا عن الطورة الكلاسيكي لرسم الانمي وتحريك الانمي ما أدري كيف ممكن أوصفها بس يبغى لها فيديو كده ونقاش طويل مع أحد من الشباب فقوكو الصغير أول جزء الأول لدراقون بول وجزء السوبر هذه أفضل أجزاء بالنسبة لي وبالنسبة لأفضل شخصية عندي في عالم دراقون بول هو فيجيتا فيجيتا يا جماعة في البداية كنت مرة أكرهه كنت يا شيخ ما أبغى أشوف وجهه كنت أتمنى يموت في أي لحظة ومعادي يرجع بالرغم من أنه الموت في عالم دراقون بول يعني سبه للا شوي بس كنت أتمنى أنه يموت ومعادي يرجع معادي أبغى أشوفه يعني ولكن لاحقا وهذه نقطة تحسب للكاتب للأمانة لاحقا نظرتي تغيرت تماما لفيجيتا كيف قدر الكاتب أنه يحول نظرتي من كرة وحق اتجاه شخصية إلى حب واحترام وتقدير شخصية فيجيتا واحدة من أعظم وأفضل الشخصيات المكتوبة في عالم دراقون بول وكذلك في عالم الأنميات صح أن الكاتب تأخر مرة كثير في بناء وتوضيح معالم شخصية فيجيتا ولكن القصة بحد ذاتها طويلة فأخذ راحته في موضوع فيجيتا ولكن في النهاية وصل فيجيتا إلى مرحلة يخلي كل شخص متابع للأنمي يدقل له تحية فخر وكبرياء وقوة السياجين كلها كان يحملها على عاتقه هذا الأمير فيجيتا وإذا معاجبك الكلام روح طب لتيتش اللي ما تعرف عنه اللذروس المكسرة وفواكهه وكم كلمة عنه وأشغلت أمنا فيه وبخصوص مسألة الموت في دراقون بول مسألة مرة مهمة ولازم نناقشها شوية علشان أوضح لكم بعض التفاصيل اللي في بالي شوفوا يا جماعة أنا مسألة الموت في أي قصة أتابعها أو أقرأها مرة تهمني يعني لو الشخصية بترجع من الموت بسبب منطقي وبطريقة مكتوبة بشكل كويس أوكي ما عندي مشكلة مشيها بس إنه الموت يصير مهزلة سبهلة كل من يموت يرجع وكل من يموت ما نقلق عليه أرحمني عموماً كون الموت يكون شيء حتمي في أي قصة أقرأها أو أتابعها فبطبيعة الحال رح يكون عندي قلق وخوف على أي شخصية تنحط في مأزق أو في وضع مرة خطير ومخيف تلاقيني قلقان الشخصية لا تموت يا لطيف يا لستر في قلق القلق هذا مش موجود في دراقون بول تقلق إنه شخصية تنهزم هذا الحد الأقصى أكثر من كده ترى بتموت وإذا ماتت بتروح العالم الثاني تأكل تشرب تتدرب الحياة ماشية مفهوم الموت يعني في دراقون بول لأمانة مزعج مرة مزعج لأي شخص ممكن يكون تفكيره زي تفكيري في ناس ما عندها مشكلة يقول لك عادي يموت يرجع من الموت ما يهمني أنا بغشوف قصة بشوف أكشنة بستمتع بالأي كان الحدث اللي قاعد يشوف الأشياء هذه نسبية يا جماعة في ناس تقبلها في ناس ما تقبلها مرة عادي ولكن علشان أوضح لكم برضو وجهة نظري لو في حدث خلاني فعلاً أقدر عالم دراقون بول وأعرف إنه الكاتب عنده إمكانيات بنت 66 إمكانيات راح أقول لكم يا جماعة تابعوا الحلقة الخاصة والحدث الخاص بشخصية ترانكس أو الخط الزمني تبع ترانكس يا لطيف يا لطيف يا عيال إيوة شوف السودوية شوف البؤس يقلع أم القلق هناك الموت فعلاً كان له قيمة الموت في الخط الزمني تبع ترانكس ما في لعب في حدث ترانكس اللي يموت يموت لا رجوع العالم جالس يتدمر أشكال الحياة جالسة محي حدث ترانكس يا جماعة أو الخط الزمني تبع ترانكس كان شي مر عظيم أنا أصنف هذا الحدث كواحد من أعظم الأحداث اللي شفتها في دراقون بول حرفياً لا تقول لي سوبر لا تقول لي الجزال حدث ترانكس كان شي خرافي يعني تخيل كده تروح للخط الزمني تبع ترانكس قوكو مات ما في رجعة بجتة مات ما في رجعة العالم كلهم ميتين الكرة الأرضية متدمرة قوهان يده مقطوعة ومات بعدين ومات بحدث درامي مرة رهيب ومؤثر موتت قوهان في الخط الزمني تبع ترانكس كانت جداً مؤثرة لأني عارف من جواتي أنه ما في رجوع يا رجل بولما بولما اللي تعتبر واحدة من أكثر الشخصيات الغثيثة في القصة في الخط الزمني تبع ترانكس اتعاطفت معها بولما عمري ما توقعت أني بتعاطف مع بولما اتعاطفت معها في الخط الزمني تبع ترانكس لأنه كان خط زمني واقعي قدر الإمكان حدث صار عظيم فقط لأنه الموت فيه صار شيء حقيقي اللي يموت ما يرجع كل شيء كان على الحافة ولكن عودة إلى الخط الزمني الرئيسي الموت هناك يصير بشكل مختلف وما له قيمة حرفياً اللي يموت يموت يرجع بعدين ممكن ما يرجع يقول خلوني فترة ورجعوني عادي الموضوع ما رسب أهلاله ولكن مثل ما نقول هي قناعات وطريقة الكاتب وهو حر فيها وأخيراً يا جماعة أنا عارف ممكن الفيديو ما يطلع طويل للأمانة ولكن هو يا إما أني أنزل المراجعة في أقرب وقت ولا ممكن كنت بسحب عليها فترة أطول وحالياً صراحة يخلوها على الله اللي متابعين البثوث معي عارفين كيف جدول يدي الأيام والوالدة كانت تعبانة ومتنومة في المستشفى وخرجنا الموضوع مرة مخربط عندي فيالله يالله لقيت وقت أني أصور الفيديو وأكتب مراجعة سريعة فلذلك اسمحوا لي أختم يعني بكلمة يعني مرة مهمة مرة 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 مهمة ما في أي شيء مهم ولكن بنختم الفيديو ترى أنا مرة مبسط في متابعة أنيمي دراغون بول مرة مبسط صح أنه الستيديو طلع عيني يا الشيخ في أم التمطيط بس ترى التمطيط هذا عيب من الستيديو فموضوع التمطيط وما التمطيط هذه حاجة يعني إيش نحطها على ظهر الستيديو ما نتكلم عن عالم دراغون بول لأنه ما لهم ذنب الكاتب ما له ذنب في اللي قاعدين يسوه الستيديو أو إنها كانت بمباركاته ما عرف صراحة إيش النظام بس كل أنيمي يأخذ حقه من التمطيط إذا كانت القصة مستمرة فيحاولوا يتركوا بين الأنيمي والمانغا فجوة كبيرة على أساسيش يأخذوا راحتهم وإذا قربوا يمكنوها تمطيط على حساب ضعاف الله شكالنا ولكن الرحلة الأمانة في عالم دراغون بول كانت جدا مميزة وضحكت فيها كثير وتركت فيني ذكريات وأوقات جدا ممتعة وحاليا جماعة ربدانا في متابعة المانغا مانغا دراغون بول سوبر على تويتش تقدر تيجي التابعة معنا برضو يعني تقريبا بشكل شبه يوم ينأخذ أنا كم فصل إلى الآن تقريبا تابعنا حوالي سبعة أو ثمانية فصول الحلو في مانغا دراغون بول إنه الرتم فيها مرة سريع مرة مرة سريع وممتع جدا يعني ما توقعت أني بقرأ سبعة فصول كده في ظرف ساعة تقريبا رابط قناتي في تويتش وجميع حساباتي برضو موجودين في صندوق الأصف في أول رابط وختاما يا جماعة ضروري قبل ما نقفل الفيديو نقول الكلمة المعتادة في كل بثوث دراغون بول تحية للعراب ملهم الكتاب نشوفكم على خير بأمان الله